باسمه تعالى الجلسة الاعتيادية رقم 35 لمجلس الوزراء الثلاثاء الموافق 29 آب عام 2023 توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء وجه السيد رئيس مجلس الوزراء بأن يحدد السادة الوزراء يوماً معلوماً ومعلناً لاستقبال المواطنين ووجه سيادته بأن يتم بذل الجهود والجدية الأكبر لمكافحة الفساد والتأكيد على أن أحد أهم معايير تقييم الوزراء هو مقدار ما يبذلونه من جهود في مكافحة الفساد ووجه سيادته بالالتزام الكامل بالعمل بقانون 28 لسنة 2019 الخاص بإلغاء امتيازات المسؤولين مقررات مجلس الوزراء إقرار توصيات الاجتماع رقم 19 للمجلس الوطني للسكان المبين في كتاب وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة استناداً إلى الفقر رابعاً من الأمر الديواني المرقم 23 550 لسنة 2023 بحسب الآتي واحد شمول جرحى وزارة الدفاع مما لديهم عجز بنسبة مئة بالمئة للحصول على شقق سكنية في مجمعات المحافظات السكنية أسوى بذو الشهداء اثنياً تحديد نسب توزيع الوحدات السكنية المنفذة من قبل وزارة الإعمار والإسكان على الفئات المجتمعية شهداء مهجرين وحيا إرهاب أرامل ذوي احتياجات خاصة مواطنين من غير الموظفين موظف الدولة وفق نسب محددة ثلاثة إطفاء الغرامات المترتبة على ساكني مجمع الصدر والشموخ السكنيين في محافظة الذقار أربعة تخفيض أسعار الوحدات السكنية لفئة مستفيدي وزارة الهجرة والمهجرين العائدين من النزوح داخل العراق فقط بنسبة خمسين بالمئة خمسة تحديد نسبة من قبل اللجنة الوزارية العليا للمدن الجديدة من الوحدات السكنية التي تعلن للاستثمار تأول إلى دوائر الإسكان في المحافظات المعنية قرار التوصية إلى مجلس النواب العراقي بشأن الإسراع في تشريع مشروعات القوانين المدرجة في أدناه بوصفها من المشروعات المهمة المتعلقة بالبرنامج الحكومي بحسب الآتي واحد مشروع قانون التعديل الأول لقانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان النظام السابق رقم سبعة وعشرين لسنة ألفين وسبعة عشر اثنين مشروع قانون تعديل قانون مؤسسة الشهداء رقم اثنين لسنة ألفين وستعشر ثلاثة مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي أربعة مشروع قانون حماية الطفل خمسة مشروع قانون الحماية من العنف الأسري ستة مشروع قانون وزارة الاتصالات سبعة مشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية ثمانية مشروع قانون إفراز الأراضي والبساتين الواقع ضمن التصميم الأساسي لمدينة بغداد والبلديات تسعة مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل عشرة مشروع قانون إيجار الأراضي الزراعية هدعش مشروع قانون جهاز المخابرات الوطن العراقي اثمعش مشروع قانون جهاز الأمن الوطن العراقي ثلاث عش مشروع قانون مكافحة الإرهاب أربعة عش مشروع قانون مجلس الوزراء والوزارات خمسطعش مشروع قانون التعديل الثاني لقانون إلغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدواعي رقم سبعطعش لسنة ألفين وخمسة ستعش مشروع قانون منح الموظف إيجازة اعتيادية اسبعطعش مشروع قانون الولادات والوفيات قرار الموافقة على توصيات أمانة بغداد بشأن مشروع معالجة النفايات وإنتاج الطاقة بحسب الآتي واحد حصم موضوع تخصيص قطعة الأرض التي تحمل التسلسل العقاري تلاثة وأربعين ألف وستمائة وستة وعشرين إلى واحد إلى ثلاثة النهروان المفرزة من الأصلي تنينو أربعين ألف وسبعمية وخمسة وثمانين إلى واحد إلى ثلاثة النهروان بمساحة مئة دونم كونها تنطبق عليها تعليمات وزارة الكهرباء بشأن تصريف توليد بمقدار مئة وخمسين ميجاوات كحد أقصى اثنين الموافقة على تخصيص ألف دونم منها تسعمئة دونم لصالح أمانة بغداد ومئة دونم لصالح وزارة الكهرباء على القطعة المدرجة في أدناه في قضاء أبو غريب خارج حدود التصميم الأساس لمدينة بغداد وهي جزء من القطعة المرقمة خمسمية وأربعة إلى ثلاثين مقاطعة أربعة إعريبة وسليمان البالغة مساحتها ثمانتعش ألف وأربعمائة واثمانتعش دونم وأربعة أولك والعائدة ملكيتها إلى وزارة المالية الثلاثة تتولى أمانة بغداد بالتعاون مع وزارة الكهرباء والحيئة الوطنية للاستثمار استقطاب العروض الاستثمارية للوقوف على التقنية المناسبة لأمانة بغداد على أن تقوم وزارة المالية بحسم تخصيص الأراضي للمضي في تنفيذ المشروع المذكور آنفا قرار إقرار توصية المجلس الوزاري للتنمية البشرية المرقم الثلاثة وعشرين ألف واثنين وعشرين لسنة ألفين وثلاثة وعشرين بحسب الآتي الموافقة على اعتماد يوم الثلاث آذار من كل عام يوماً للإحتفاء بالقراءة في العراق وتحت شعار العراق يقرأ وتكليف الجهات المعنية بإعداد خططها لتفعيل الموضوع وأقر مجلس الوزراء إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد المرقم الثلاثة وعشرين ألف ومية واثنين وتسعين لسنة ألفين وثلاثة وعشرين بحسب الآتي الموافقة على تخفيض نسبة الرسم القمرقي المفروض على الحيوانات الحية المستوردة لأغراض الدبح المواشي والأغنام لتصبح أربعة بالمية ويعاد النظر بها بعد ستة أشهر من تأريخ إصدار هذا القرار قرار تخصيص وزارة المالية مبلغ أربعمائة مليون دولار فقط أضافية إلى وزارة الكهرباء لإنجاز المشروعات المثبتة تفاصيلها استناداً إلى أحكام المادة ستين من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم تلتعاش لسنة ألفين وثلاثة وعشرين قرار إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد رقم تلاثة وعشرين ألف وميتين لعام ألفين وثلاثة وعشرين بشأن تأجيل استيفاء الرسوم القمرضية للسلع والبضائع المستوردة بإسم الوزارات والجهاد غير المرتبطة بوزارة بحسب الآتي الموافقة على تمديد العمل بقرار مجلس الوزراء رقم تلاثة وعشرين ألف وخمسة وثلاثين لسنة ألفين وثلاثة وعشرين لغاية واحد وثلاثين كانون الأول ألفين وثلاثة وعشرين وهذا التمديد هو الأخير قرار الموافقة على ما يأتي واحد تعديل الفقر واحد من قرار مجلس الوزراء المرقم تلاثمية وأربعة وستين لسنة ألفين واثنين وعشرين بشمول القوميات والمكونات من غير الأيزديين ساكن المجمعات المثبتة في الفقر المذكور آنفاً حصراً اثنياً تعديل ضوابط بيع قطع الأراضي والدور السكنية لشاغليها من المواطنين الأيزديين الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء المرقم ثلاثة وعشرين ألف ومية وثلاثة وتسعين لسنة ألفين وثلاثة وعشرين بما يضمن تنفيذ الفقر واحد المذكور آنفاً قرار الموافقة على زيادة التخصيص المالي لنادي الزوراء الرياضي بمقدار مليار دينار فقط لعام ألفين وثلاثة وعشرين من حساب الخدمات الاجتماعية للشركة العامة لموانئ العراق استناداً إلى أحكام المادة دعش رابعاً أربعة من قانون الشركات المرقم الثنين وعشرين لسنة ألف وتسعمية وسبعة وتسعين المعدل واستثناءً من قرار مجلس الوزراء رقم خمسة وعشرين لسنة ألفين وواحد وعشرين شكراً